الصوت الخشن، الكتلة العضلية، الكثافة العظمية، الطاقة، الخصوبة كل تلك مسؤول عنهم في جسد هرمون اسمه التستستيرون أو هرمون الذكورة ولكن تخيل أن بعد 100 عام من الآن الرجل الذي كان مثلا للرجول والخشونة لن يعود كذلك فالدراسات والأبحاث تؤكد أن هذا الهرمون ينخفض بمعدل 1% سنويا فكل جيل يملك مستوى هرمون أقل من الذي قبله فأنت تعرف أن الشخص عندما يكبر في العمر يقل مستوى هذا الهرمون لديه بشكل طبيعي وتقل كتلته العظمية وباقي الأمور ولكن العكس يحدث الآن فمستوى هرمون التستستيرون لدى جدك أعلى من مستواه لديك تخيل فإن كنت من موليد الفترة من عام 1997 إلى عام 2012 أي من جيل زيد فمستوى هرمون الذكورة لديك أقل من الأجال السابقة يعني موليد ما قبل عام 1997 أرجل من جيل زيد علميا وقبل أن تغضبك تلك المعلومة تخيل أن الدراسات تبين أن قوة قبضة جيل زيد أضعف من الأجال السابقة هذا الأمر أخاف العلماء كما أخاف جيل زيد نفسه لأن انخفاض هذا الهرمون في الأجال بشكل مستمر يعني انخفاض الغصوبة يعني انخفاض الإنجاب يعني فناء البشرية والمخيف أكثر أن هذا الانخفاض في مستوى هرمون رجولتك إن صح التعبير غير مرتبط بالأسباب العلمية المعروفة مثل التقدم بالعمر أو الأمراض المزمنة مثل السكر أو التدخين حتى بل هناك أسباب أخرى خفية ما وراء كواليس هرمون التستستيرون التسمم البلاستيكي زجاجة المياه البلاستيكية التي تشرب منها علبة الطعام التي تخزن بها طعامك كوب القهوة الذي تأخذه معك إلى العمل تخيل أنها من الأسباب الخفية في انخفاض هرمون الذكور لديك البلاستيكي يحتوي مواد تسمى ADCS يعني المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغضض الصماء فالبلاستيكي يحتوي هذه المواد التي تؤثر على التوازن الهرمون الطبيعي في الجسم باختصار في كل مرة تستخدم المواد التي تحتوي البلاستيك تكون على موعد مع تسمى بطيء لهرموناتك تخيل حتى أن الملابس الداخلية والجوارب التي يرتديها الناس تحتوي على نسبة كبيرة من البلاستيك القطن والمنتجات القطنية النقية غالية جدا فدمج المصنعون نحل بلاستيك لتقليل سعرها وبيع أكبر قدر ممكن دكتور أحمد شفيق طبيب مصري رشح لجهازة نوبل عدة مرات نشر في هذا الموضوع دراسة مطولة في مجلة طبية مشهورة جلب هذا العالم مجموعة من المتطوعين حيث قاموا بارتداء السراويل التي تحتوي البلستر لمدة 24 شهر وبعد 24 شهر قام بعمل فحوصات لهم والهرموناتهم والنتيجة وجدوا انخفاضا كبيرا في هرموناتهم وعلى رأسها التستيستيرون ولكن البشر في دراسته أنه بعد أن قام المتطوعين بالتخلص من استخدام البلاستيك في حياتهم لمدة 24 شهر أخرى عادت هرموناتهم إلى وضعها الطبيعي يعني لو توقفت عن استخدام البلاستيك الآن في حياتك ستصبح رجل أكثر بمعنى آخر علمية رحم الله الدكتور أحمد هو متوفي من عام 2007 ولكن ما زال علمه ينتفع به إلى الآن من خلفه كما انتفعنا نحن الآن قبل قليل طيب قد تقول أن البلاستيك كان موجود من مئات السنين والبشرية لم تتأثر يعني لماذا الآن؟ مخطئ تتأثر طبعا في السبعينيات كان إنتاج البلاستيك العالمي 50 مليون طن فقط اليوم نستهلك سنويا 300 مليون طن هذا يعني أن كل جيل يستخدم البلاستيك في معدل أعلى من الجيل الذي قبله وهذا بحكم أن البلاستيك أرخص فأصبح المصنعون يدمجونه في كل شيء ومع كل استخدام له تتسلل السموم إلى أجسادنا انتبهوا أحبتي في الله مؤامرة التخنيف الممنهج في العالم قد يبدو الأمر لك غريبا مؤامرة تخنيف ممنهج نعم لو جئنا للإحصائيات سنجد أننا نقضي وقت يوميا على هواتفنا بمتوسط أربع ساعات ورصف أربع ساعات ما بين النظر لصورة خالعة نساء متكشفة راقصات فاسقات على تطبيقات مفروضة ماجتماعية هذا عدل مواد الإباحية التي تشكل 25% من طلبات البحث على مستوى العالم يعني أصبح مستحيل في يومنا الحالي أن يصفح أحد مال إنترنت حتى لو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي لوحدها ولا يرى محتوى غير أخلاقي بها هذه المواد الغير أخلاقية الإباحية لها تأثيرات مدمرة على دماغك الذي هو العضو الأساسي الذي يأمر الجهاز التناسل لديك بإنتاج هرمون التستستيرون فإنتاج هرمون الذكورة في الأساس عملية تبدأ من الدماغ يعني الدماغ من هذه المنطقة يفرز هذا الهرمون الذي ينتقل إلى منطقة أخرى في الدماغ أيضا فيحفزها لتفرز هرمون آخر الذي بدوره ينتقل من الدم إلى الخصية وهناك عبر عملية ما ينتج التستستيرون فأي خلل في توازن هرمونات الدماغ سيؤثر على مستوى هرمون الذكورة لديك فكل صورة عارية تراه على الإستجرام أو فيديو خالع تراه على التكتوك هو بمثابة سم يدمر دماغك ويهدم رجوليتك تدريجيا وما يبدو كأمر عادي في عيون الكثيرين هو في الواقع قاتل خفي يؤثر على صحتك أليا طبعا يعني ما بالك بمن يستهين بهذه السموم من ناحية شرعية يعني خسر الدنيا والآخرة فتأثير هذه الأمور إن كان في الدنيا يتوقف عند رمو الذكور ولكنه سيمتد معه إلى ما بعد الممات أيها الأحب التخليط الممنهج عبر الإعلام فكرته بكل بساطة هي جعل الرجال أقر رجولا من خلال التلاعب بشخصياتهم وهوياتهم الجندرية يعني مثلا يخبرونك أن الملابس لا تمثل هويتك الجندرية يعني أنت رجل وسيد الرجال بس عادة تلبس ملابس نساء حتى عادي تسجد لله بها بالمناسبة هذه ليست حالة فردية بل هي ظاهرة متكررة عند المشاهير من العرب طبعا أكيد مقتبسة من المشاهير الأجانب فان ديزل وجون سينة الذين دائما يظهروا في الدراما بعضلات ومظاهر رجلية ثم فجأة هكذا اسأل نفسك لماذا؟ فأصبح هناك في الإعلام توجه نحو التقليل من الصفات التقليدية للرجل مثل القوة الجسدية والهيمنة واستبدلوها بصفات أخرى مثل الحساسية المفرطة والعاطفة المبالغ فيها وصدقوني أن ما أقوله ليس الدعاءات بل هي دراسات علمية مثبتة تؤكد أن الملابس الخارجية تؤثر في الرغبات الجنسية طبعا بالعودة إلى موضوعنا هناك أسباب أخرى غير خفية تسبب انحفاظ هرمون الذكور لدينا مثلا السمنة عامل مهم جدا مؤشر السمنة في الأجيال السابقة كان أقل من الآن فكلما ارتفعت السمنة كلما قل هذا الهرمون الإجهاد والضغط النفسي أيضا نحن نعيش في حياء رأس مالية كلها ركض خلف المادة والدنيا وفي الأجيال السابقة كانوا أقل إجهادا وضغطا مما نعيشه نحن الآن صناعة الرجال لتحافظ على ذكوريتك تجنى ما أخبرتك إياه توقف عن استخدام البلاستيك توقف عن السمنة توقف عن الإجهاد إلى آخرها هكذا تبقى ذكرا ولكن إذا أردت أن تصبح رجلا تقل لا في نفسك فالرجال تتقل لا في نفسها وفي بدنها وفي دنياها وفي دينها فتغض وصرها وتعف نفسها في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به تمتم في أمن